اشتركوا في القناة وبنعيش يعني ليلة بقى كبيرة معهم بعد الفوز المهم اللي حققوه يمكن النهاردة والحقيقة النهاردة قدروا ان هم يفوزوا على الزمالك 27 ل20 حققوا بطولة كاس مصر النهاردة عشان تستمر افرح الاهلوية تاني في كل مكان وفي كل الالعاب مش بس في كرة القدم وده طبعا كان حدث مهم كان لازم يحضروا كابتن محمود الخطيب بنفسه رئيس النادي اللي بيدعم الحقيقة مش بس كرة القدم وهي دي سياسة الاهل الحقيقة اللي احنا تعودنا عليها وعمرك تفتكر ابدا عمرك ما تفتكر انه هذا النجاح بيأتي بالصدفة انا عندي اعتقاد شخصي بيقول انه ما فيش حاجة في الدنيا دي اسمها صدفة وان كنا اعتدنا هذا النجاح فده وبنستمر عليه دايما فده من بيحصلش الا من خلال سياسة محددة تخطيط ادارة التزام الاهل بيقدر يوصل لرقم كبير النهاردة من حيث اعداد البطولات في مختلف المراحل ومختلف الالعاب النهاردة سواء الجماعية او الفردية هنتكلم بالتفصيل عن كل ما يخص ندينا بس برحب اكيد بهاني رمزي كابتن الكبير مساء الخير عليك اسم